أعلنت وزارة الداخلية طرد 2491 ضابطاً ومنتسباً بسبب الفساد في أكبر حملة تشهدها الوزارة منذ تأسيسها المتحدث بأسمي الوزارة العقيدة مقداد ميري أكد أن وزارة لم تسجل حالة فساداً في الجواز الألكترونية الذي سيطبع في عموم العراق في إطار جهودنا في مكافحة الفساد الفساد آفة خطيرة لا تقل عن الإرهاب والجريمة والمخدرات لذلك في وزارة الداخلية جاد دين في مكافحة الفساد من خلال الدائرة القانونية ومن خلال المديرية العامة لأمن الأفراد الشؤون الداخلية حقيقة جهود نوعية يشار لها بالبنان لرجال أمن الأفراد في متابعة ملفات الفساد ومضوعات الفساد بالأرقام من 30-10-2023 إلى 1-10-2024 تم طرد 1497 ضابط ومنتسب طرد من الخدمة لجرائم مخالفات وفساد وغيرها 1497 كان 281 ضابط و2116 منتسب أما عدد الضباط والمراتب المخرجين من الخدمة هناك فرق بين الطرد والإخراج الطرد طرد نهائي الإخراج يخرج من الخدمة وتتخذ إجراءات وبعد فترة يعاد إلى الخدمة